فانيلا كاسترد كيك ويد كاراميل سوس هي الوصفة رح نتعلمها هلأ بالوقف الطويل الى ورشة ملح مع الشيف فايسل مش هدينا لكان الوصفي في سياق التحضير واللي هي بتتألف من وولنت سترسل او فينا نستعمل بيكان محل الجوز فيكن تستعملوا اي نوعه اللوبات كمان اللي بتشوفوه مناسب مثل اللوز مثل الفستق حلبية فيكن تعملوا ميكس من اللوبات وتقطعوهم بهالطريقة هادي مثل ما شايفين هون قدامكم هي عبارة عن 105 جرامات من الجوز مقطعين مثل ما شايفين على السكين ما تعملون على ربو كوب لانه الزيت رح يطلع من اللوبات وبالتالي بتزيت وكمان ما بتعطينا طعمة بتحت حت ما بتعطينا طعمة مثل ما بدنا بالفرن مية وخمسة عنا سكر اسمر 25 جرام عنا سكر عارق ابيض ملعقة 15 جرام عنا طحين خمسة جرامات ملعقة صغيرة مثل ما شايفين عنا من القرفة جرام او براس الملعقة فيكن تحطو تكترو ما فيها مشكلة ابدا عندي بجوزة الطيب جوزة الطيب كمانة تنطحن فرش ما تكترو كتير جوزة الطيب طحنة او برشة صغيرة تكن صارت المكونات كلها موجودة هون عندي جوز 105 جرامات 25 جرام من السكر الاسمر عندي ملعقة كبيرة او 15 جرام من السكر الابيض العادي جرام من الارفي برجة وصطيب 5 جرامات من اللطحين وطبعا عندي من الزبدة الدايبة 15 جرام هون منقلب كل مكونات مع بعضها ما ضروري تطلع عنا عجينة متماسكة بها الطريقة حتى لي كلها سوا تاخد بعضها والزبدة اكيد تتوزع وطحين القرفة كمانا فينا نحط لها رشة ملح رشة الملح خليكم هون راح جيبها رشة ملح كمانا بتعطيها طعمة كتير طيبة هون صار كل شي جاهز عندي هلأ هون راح نختار الآلب 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 فيكون آآ فيكون الآلب هيدا الشكل طبعا ورقة ألمينيوم فويل بيتغلى في كعبه وفينا نستعمل هيدا الجاط اذا ما انو موجود عنا آآ بالبيت الرينج او الآلب الموبايل منسميه الفلكسيبل بيفتح وبيسكر وإله قاعدة او صحن هلأ هون راح نختار هيدا الآلب ونوزع نسترسل بكعب الجاط وفيها تكون لنا تتوزع بكعب الآلب ضروري بس نحط ورقة ونرش او ندهن زبدة هيدا الشكل ضروري نكبسها فيكن تحطوا لوز بودرة كمانا معا كمانا بتعطيها طعمة ونكهة كتير طيبة وشهية هوني فينا نعملها كمانا بلا الاسترسل فينا نعملها بلا الاسترسل بس هيد طبقه بتعطيها قرشي كتير طيبه للفانيلا كاسترد كيك جاهزة عنا هلأ سننتقل كرمال نحضر الكاسترد ميكستشور الكاسترد ميكستشور بيتألف من اربعة زلال بيت اربعة من صفار البيت مفصلين زلال صفار عندي طبعا رشة ملح خمسمية ملة من الحليب حليب لازم يكون فاتر على او على حرارة الغرفة عندي سكر مية وخمسين مية وخمس وعشرين من الزبدة ومية وخمسة عشر من الطحين طبعا رشة ملح وفانيلا اول شغلي لازم نعمل ميرانج نحط الزلال نحط معه رشة ملح وطبعا نخفق الكراميل يصير عندي ميرانج بهيدا الوقت عندي الكراميل سوس الكراميل سوس تتقلف من ميتين جرام من السكر ميتين وثمانين من الكريم كريم حيواني اهم شغلي لازم تصخن الكريم بعتقد شرحناها قبل حلقة ضروري تصخن الكريم الكراميل لا ينزل على السكر المكرمل وبالتالي بيحترق أو بيطردش علينا بيحرقنا هون راح فترون عندي السكر للكراميل طبعا بنولع النار نار خفيفة ميتين جرام سكر نشوف وين صار الزلال عندي هون عبقب نعطيه وقته وفيه طبعا عدة مراحل نحنا نشوفه بس يبلش يصير متماسك مزبوط مع بعضه ولونه أبيض البابلز بقلبه بتبطل يعني الرغوة نشرحة الرغوة الصابون بتكون فيه ولين كبير فيها نحنا هون ننطر بالميرانج كرميل نبطل نشوف هيدا النتيجة لأنه ما بيكون الزلال طلع مزبوط وبالتالي بيقصل بيقصل معنا فيكن كمانا من كمية السكر فينا نوضع بنهاية الأكيد الخفئ فينا نوضع ملعاتين بهالطريقة لأنه نفس كمية السكر رح نرجع نستعمله هون ماسك مع بعضه مزبوط صار عندي ميرانج بنسميها ميرانج رح نعمله هلأ طبعا رح ننقلهم على بول ثاني حطهم على جنب رح نرجع ناخد رح نرجع ناخد الصفار مع السكر هوني صار عندي برنك بنفس البول بنفس البول أربع صفار أربع صفار بيت نحط مون فانيلا برنك طبعا طبعا فينا نستعمل سكر الفانيل هون الكريم صخنة رح نتركها برنك لكن السكر لنا المئة وخمسين استعملنا منهم تقريبا شي ملعقتين مع الميرانج رح نحطهم معهم وكمان رح نخفقهم مع بعضهم كرمالي ضعف حجمهم وهذا الشكل يأخذ ضروري ضروري أنه الكعب إذا كمية قليلة يعني نعملها أو نرفع البول شي بسيط كرمال تأخذ كل الكميات عندي من الزبدة 25 وعندي من النطحين لكان زبدة حين ميرانج وعندي الحليب الفاتر حلق مجرد ما يتضاعف حجمها رح نشوفها كيف رح يتغير لونه كمانا هون إذا نتفرجينا إياها الكاميرا لونه تغير وطبعاً حجمها اتضاعف حلق رح نشوفها تطبيقة كثير سهل رح ترجيكم نتيجتها كيف تغير لونه صار فاتح أكثر أو لون بيج وضعف حجمها هلأ هون منخفف المكنة بذكر فينا نحضرها على الإيد إذا المكنة منا متوفرة بالبيت أو المكنة التقليدية الخفاءة الموجودة عندنا بالبيت فينا نستعملها ما ضروري تكون المكنة موجودة وما ضروري إذا منا موجودة هذيك المكنة نستعمل شريط الخفاء وبنطول بالنا شوية عليها تطلع عنا الوصفة بس ضروري أنه نوصل لهالنتيجة نكسر مظبوط الصفار البيت مع السكر مع الفانيلا تضاعف الحجم يصير عنا اللون أفويت الزبدة ضروري من قبل بوقت تكون مدوبة وبردة ما تكون صخنة كرمالة نزلها فوق الصفار وبتنزل إذا بتعرضوا طريقة المايوناز تنزل تدرجيا على الخفيف كما شايفين هون فيكم ما تنزلوا الحليب الموجود هون وفيكم تنزلوا لأنه عندي بالوصفة حليب ما في مشكلة أبدا كمان منتركها تخفو شي بسيط تاخد بعضها كمان راح مفرجيكم نتيجتها كيف راح تطلع كما شايفين مفرجيها للكاميرا سين عندكم هاي دي النتيجة وطبعا عنا هلأ لازم نضيف كمان الحليب الحليب لازم نضيفه تدرجيا الحليب نضيفه تدرجيا كرمال المزيج ياخد بعضه وطبعا ما يترتش المزيج حوالينا نضيفه تدرجيا وهذا الشكل تدرجيا هلا تقريبا كل المكونات صارت جاهزة للتطبيق وطبعا لازم نضيف لطحين مئة وخمسة جرامات وطبعا 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 على الخفيف مندور مجرد ما ياخدوا بعضهم كمان رح تشوفه نتيجتهم رح تشوفهون كثير سائلين ما تتفاجأوا فيها ما تتفاجأوا نحن هون رح نوضع ميرنج أو زلال البيض الخفقناه مع الملح وطبعا ملعقتين من السكر بنهاية الخفق هلا تقليب هيدا الشكل هلا السير فيها انه رح نشوف بهالوصفة الكاسترد الكاسترد الفانيلا كاسترد بالكعب والسبونج على الوجه بريك صغير مشاهدينا خليكم معنا سنكمل وصفاتنا فانيلا كاسترد كيك مع سوس كراميل منكملها مع شف فيصل بورشة ملح لكان مشاهدينا احنا بالوصفة حضرنا لسترسل تحضرت هاي جوزاف ب13 جرام ونص و3 رباعة الملعقة من القرفة وعننا طبعا الكاسترد كنا عم نشرح عن السر يلي بخليها تكون الكاسترد بالكعب والسبونجي على الوجه كلنا بنعرف انه الميرانج خفيف فيه اوكسجين والكاسترد تقيل صفربيض وزبدي مش هيك رح تسألني يا جوزاف مظبوط رح تفوت بتفوت عالفرن وبيجمد بتفوت عالفرن بيجمد بيصير عندي الكاسترد بالوسط والسبونج عالوج هلا طبعا رح يفوت عالفرن على درجة حرارة مية وسبعين عدوات بياخد تقريبا 25 دقيقة وطبعا رح يفصل هيدا الشي اللي ازا بدك السحرة هون بلاحظ انه دايما لازم نستعمل صانية تانية تحت الاكل حتى ما يلزق الكعب عطول جوزاف بستعمل اكتر من صانية عندي صانية بالكعب فينو نلحق عطول في صانية هون لانه الغاز حرارته ضربة من الكعب وعندي صانية هون كرمال اكيف ما يحترق الكعب بترجع تتوزع الحرارة مضبوط وبتطلع بالتالي بينطبخ عن وجه الكيك اذا ما عنا نار من فوق هلا الوصفة جاهزة بالفرن طبعا نحنا حضرنا البيت ابل رح نفرجة بعد شوية المشاهدين اهه انك بعدها طرية بعدها طرية فيها تجبن شوية هلا اكيد رح نفرجين ليها للمشاهدين ونشرح عنا بهالوقت رح نحضر الكرمال سوس الكرمال سوس من حمى المقلية او طنجرة وطبعا عندي الكريم 200 جرام من الكريم واكيد هلا المقادير رح تطلع على الشاشة وتسجلوها وتاخدوا ملاحظاتكم الكرمال سوس تختلف عن الكرمال الكرمال اللي بيعملوا بالسكر والزبدة هو نفس الشي هاديك تشبوها باتر سكوتش هايديك انجليزية هوني كريم وسكر بس وفينا نحط شافة زبدة يعني شي 15 جرام او 30 جرام من الزبدة ما في مشكلة بالتالي بتجمد بالبراد بتعطيها نكها طيبة ونعرف انه الزبدة بتعطيها لاسهمة مثل العادي طريقة تحضير الكرمال او رح نحطه على نار اقوى الكرمال نربح وقت الكرام صخنة مثل ما شايفين الكرام صخنة نوضع السكر تدريجيا كباية سكر كباية سكر تقريبا كباية ما تكون ملانية لفوق 200 جرام من السكر هو 1 كب هيدا السكر خلق مجرد ما يضوب السكر رح فرجي مبارح عملت الايس كريم بلا ما استعملنا المشين رح فرجي المشاهدين كيف بتصير معي والنتيجة البوصلة اوكي هون كما شفتهم مبارح انتركوا وفاتوا على الفريزر ما حدا حرقهم لازم يكون هناك حدا يتبعهم يتبعهم ما عملت؟ ضربناهم بالماكنة تعملنا عندما تفرق بس تحرقهم ما بيعود الجمدو انخلط المزيج مع بعضه دهون كله تفوتوا وبالتالي نسبة الماء بتخف تبطل يعمل اذا بدك هون فاصل بيفصل ما رح تبين على الكاميرا رح تبين هون رح فرجي الفرق المسكي آيس كريم بالسكو شايفين كيف ما متبغت وفرجي الفرق هون منها مضروبة اه اوكي من هيك البوزة بيدربوها عادة على الصحيح اوكي اتقول بتنزل حرارة ماينس مع مع اه يعني اكيد بيكون فيها اه شفرات وهي بتبلش تقلبها في مكانات بتعطيها اوكسجين في موزة اشطة بدقوها بالجرن اه الطريقة التقليدية تقليدية بدقوها بالجرن بيضلوا نتابعوها كرمال التلج يعني مايفوت بالبين بين الدهون فيها وطبعا بتختلف طعمطة هاي دي الوصفي ونفس الشي لتشوكولت ايس كريم اللي حضرناها ونفس الشي الفانيلا ايس كريم اللي حضرناها بلا ماشين وطبعا بعد فيه وصفات كتير وعديدة تقدر تتحضر بالبيت بلا ما يكون عنا الايس كريم ميكر انا بدي بس ماشين نشوف السكر هون عم بيتكرمل عم يصير لونه بني السكر هون تحرك تحرك سارع لنا اللون المزبوط اللون المزبوط على القد جوزيف لون المزبوط راح نضيف الكمية التانية اه بتضيف اه تدريجيا السكر تدريجيا السكر ومنقلب هلأ هون لايم نضيف تدريجيا السكر نعم كرمال اه طبعا ما ما يصير عنا اه كباتيل بالسكر وما تتفكك اه مزبوط اه معنى نعم وكرمال بيحترق جنابه من الكعب بيصير عنا طعمة مرورة بالكرامال اوكي بعد بحط سكر بعد راح نحط سكر بس نطلين شوي اكتر يتفككوا وهيدي كمية السكر كلها جوزيف اقل من كبية بشوي يعني تقريبا اقل من كبية بشوي مع كبية واربع ملاعق اه وثلاثة اربعة لجرام اعطونا نشتغل نحنا ازا بدك اه بالبيستري اه منتبع كتير اه لجراماج لانه اه تفع معك الرسل مافيك مافيك اه ملعقة من هون بتختلف كتير المقادير ايه هلأ شو صاروه بعد السكر في اه بعده بدي يدوب كلية هون لو عارفك عبتحرك انت ركتهم باردين الكريمة اه ليه اه موصيني شادي فيك اه اوكي متل ما شايفين هون اوكي ديبو اه لازم اه كمان تدريجيا وعايدك يا جوزيف انا هرأ اوكي انا بيفوروا بهالطريقة هاي دي لازم يتحركوا لازم يضلوا يتحركوا باستمرار بس بعدني انا مفهمت مزبوط ليش السكر تدريجيا نحط حتى يدوب شوية شوية حتى ما يكبشل شرح كرمالة كرمل شوية شوية مع بعضه لان اذا حطينا كمية ايه اكبيرة بصير عنا سماكة دين سنطة او تلاتة سنطة ايه من السكر ايه راح تحترق من تحت من تحت بلش تتكرمل وعا الوجه راح يضلون بصير فيه طعمة شعطة يعني بالضبط بصير فيه طعمة مرورة هوني اخط لجناد كلها جزاف تقريبا في دقيقة حركناهم راح نطف النار مية بالمية راح نحط كمية قليلة بصحن كرمال يبردو كمية قليلة كرمال نزين فيها بزيدي انا نكفي هلأ طبعا راح تبرد اسرع الماجيكال كيك جوزيف نعم جاهز عنا متل ما شايف السبونج موجودة هاي السبونج طبقه على الوجه الكاستر بالوسط وعندي السترسل طلعت بالكعب فينا فينا تقليديا رشت سكر ناعم سكر ناعم رشت سكر ناعم وفينا طبعا كمانا كرمال سوس يلي خضرناها طبعا بده وقت اكتر بالبراج نحطها بصحن سوري نحطها بصحن ناعم اوكي كما شايفين السترسل لو طلعت شوي زيادة الكاستر بقلبه مطبوخ اكتر وقت بالبراج كمان بيمشي الحال وفينا نرش الكرمال سوس فينا نرش الكرمال سوس عليها بهالطريقة تقليدية كتير الوصفة مع الكرمال كتير طيبة فينا اذا استعملنا القرفة للزينة للزينة بس على جنابة اذا عندي اي نوع فواكي حبة فريز او تبشف هلأ هدي السوس اذا عملنا كمية فينا نتركها بالبراج نستعملها ولا بتجمد فينا نتركب البراج وما بتجمد وطبعا منشيلها قبل بوقت وبالتالي بتكون عنا بشكل نسميها نيزون بلاس جاهز لأي تحضير تالي بالنسبة للتفاح كمان بتصور بالبقل والكهرمال اللي زي احطينا على هيا الكلام كتير كتير حتى بالبقل والايس كريم المخضرين ونحنا هلأ عنا نعم ايه طبعا على البخار استاوت التفاح من جوه نشايف نتيجتها بقلبة المربة عنا الكرانشي اللي هي الكرامبل معمول بالشوفين نعم والمربة بقلبة طبختها بتاخد مستوية وفيها بعدها يعني منق مستوية دايبة وكليا وكانشي بنفس الوقت بعدها كانشي بنفس الوقت ومثل ما قلت انه بنفس الوقت فينا نستعمل يعني فينا نحط على صحن حبه حط الله كراميل على وجه ونرجع نقصة ولا نقصة ولا نقصة أبل بعدها نقصة من قصة فينا نقصة ونحط الله آيس كريم ولما نحط الآيس كريم عليها نفتحها شي بسيط يعني شكلها كتير حلو بتروح ترويئة ريحتها كتير طيبة وفينا نقول عن التفاح كيف ما نطبخ طبعاً خير طيب ودائماً التفاح بيلبق له الارفة هذه شغلة معروفة صحيح بالوصفة إذا لاحظوا المشاهدين ما فيها ارفة أنا حطيت رشة ارفة أو شي جرامين من الارفة ما فيها شرط ما فيها مشكلة أبداً تطلع كتير طيبة هيدا وصفاتنا لليوم جوزيف إن شاء الله يكونوا عجبتهم للمشاهدين أنا بشوفكم بكرة بحلقة جديدة وطبعاً بحب تذكر كل الوصفات رح تكون على البيج شيف هايسال عريضي أنا قبل ما اختم شيف معلشي بدي أجل أذكر بعض المشاهدين بطريق التحضير اللي هي هون سبونج كيك اللي نعمل لوحده ورجع نعمل الكاستر لوحده ونعمل الجوز مع السكر لوحده وندقه ونحط لطبقات فوق بعض ونفيته مثل ما شفنا هون على الفرم خمسة وعشرين دقيقة رجع نشاله ونحط على الشقفة واحدة بتتزين بكراميل الكراميل اللي نعملت بسكر حرقناه تدريجياً نحطتين لو كريم فريش سكر هي ما يعادل الكباية والكريم فريش كباية وأربع ملاعات كباية ونصف تقريباً ونعملوا بهالطريقة هايدي اللي صاروا كراميل ويبقى هالسوس بالبرات تستعمل لأي من الحويات التانية أريد أتشكرك ويعطيك ألف عافية على التفاح ويعطيك ألف عافية على الفانيلا كاستر نسميه ماجيك كيك كمان بالفعل هو ماجيك لأنه طبعات التطوع فيه صحيحية الطريقة بسموه ماجيك كيك ولكن شرحنا للمشاهدين السبب الزليل البيض اللي نعمل هو خفيف رح يطلع لفوق والميكستشر الحضرناه اللي هو بالأول الصفار البيض والسكر والزبدي اللي كانوا موجودين هني اللي خلوهن يكونوا بالكعب أو بالوسط كما شايفين لأنه عنا ستراسل هي موجودة بالكعب شكرا لألك شف فيصل منشوفك نقل إراد بكرة مع وصفات جديدة مع مجدرة كارلا كما يرح تحضرها عندك بالمرض بكرة مفاجآت مبيح الويات لكرة لكن المشاهدين أنا بتشكر متابعاتكم لألي من ساعة 10 غاية الساعة 1 طبعا نتلاقي بكرة بعالم صباح جديد إلى اللقاء لابكرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة